السلام عليكم ورحمة الله هناك انقسام نووي في البشرية هذا الانقسام يقوم على أن هناك رجلا وهناك امرأة التركيب العقلي متفاوت التركيب النفسي متفاوت الخبرات متفاوتة الاهتمامات متفاوتة التطلعات متفاوتة القدرات على تحمل مشاق الحياة متفاوتة هذا التفاوت ينعكس على اشياء كثيرة من جملتها قضية انه هل تلي المرأة المنصب الاعلى في الدولة فقهاءنا القدامى حين نظروا للموضوع نظروا له على ان هناك امة واحدة ولها خليفة واحد فهل يكون خليفة المسلمين امرأة وليس في المجتمع من الرجال ما يكفي ولذلك هناك اجمع على ان المرأة لا تكون خليفة للمسلمين واشترطوا من جملة الشروط في الخليفة ان يكون ذكرا وهذا ليس موضع خلاف عند الاقدم ولهم ادلة في هذا ليست هذه العجالة موضع بسطها لكن الفقهاء المعاصرين بعضهم على الاقل يرى رأيا مختلفا في هذا الامر حين نظر القدماء كانت خبرة البشرية في ادارة الامم محدودة للغاية وخبرة العرب بشكل خاص محدودة جدا لانه لا سابق عهد لهم بالدول وبالحكومات الان اختلف كل شيء كان ينظر الى الخلافة على انها منصب ديني الان لا يوجد هناك خلافة يوجد حكام مسلمون في خمسين دولة مسلمة او اكثر وهؤلاء الحكام في نظر النظرية الخلافة في الماضي هم اشبه بحكام الولايات مثل حاكم المغرب حاكم مصر حاكم الاندلس حاكم دمشق عبارة عن حكام ولايات ايضا في الماضي كان ينظر الى المنصب على انه منصب ديني الان ينظر اليه على انه منصب دنيوي فهو يختار الرئيس او سمه ما شئت لا تهم الاسماء يختار من اجل خدمة الناس من اجل حماية الثقافة العامة حماية الاعراف حماية البلاد النهوض بالبلاد وازدهارها لماذا هو الان ليس منصبا دنيا يقولون في قضايا الاجتهاد هناك مجامع فقهية وهناك مشتهدون في قضايا الفتوى هناك مفتون كل مجال من مجالات الحياة له رجاله وله اختصاصاته ولا يشترط في من يلي المنصب ان يدرك كل هذه الامور مهمته ان يكون كفأا نزيها قادرا على ادارة اجهزة الدولة المختلفة او الاشراف عليها وله ثقة ومكانة واحترام لدى الناس لذلك يقولون ان ولاية المرأة الان مختلفة عما مضى وكان اول من اوائل من قال بهذا الدكتور مصطفى السباعي تابعه الشيخ محمد الغزالي تابعه الدكتور يوسف القرضاوي الاستاذ الغنوشي وكثيرون من طلاب العلم ايضا ربما يكونون غير مشهول يقولون ان الوضع الان اختلف والعقد الذي يربط بين الامة وبين الحاكم هو عقد وكالة وانت شرعا لك ان توكل الرجل والمرأة ولك ان توكل الصبي وايضا ممكن ان توكل في بعض شؤونك غير المسلم فقالوا الوضع الوضع اختلف وامور الحكم كلها ليست من العبادات وانما هي من العاديات وامور الحكم كلها ليست من المقاصد وانما هي من الوسائل والوسائل تتغير العبادات ليست معقولة المعنى بمعنى نحن لا نعرف الحكمة بالضبط من وراء ان يكتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات وصلاة الفجر ركعتين هذا شيء تعبدي ويجب القيام به ولا نبحث عن حكمه واسراره لكن ما هو من قبيل العاديات نبحث في مفاسده وفي مصالحه يقولون المرأة منعها من ولاية الحكم هل هذا شيء غير معقول المعنى؟ قالوا لا هو معقول المعنى لانه ليس من العبادات وانما من العاديات ومن الوسائل والمرأة انما قال القدماء بعدم توليتها بسبب ضعفها بسبب ضعف توازن شخصيتها لانها عاطفية ومزاجية في كثير من الاحيان وبسبب ضعف خبرتها في الحياة الان الامور تغيرت ليست هناك دولة يتم التداول فيها على السلطة ويتم الخضوع فيها لصناديق الاقتراع ليس هناك دولة في العالم ليس فيها احزاب ويعتبرون وجود الاحزاب السياسية جزءا من النظام الديمقراطي الذي يحكم وبالتالي فالناس سيجدون انفسهم امام حالات لم تكن في عهد القدماء يعني انت الان لما تكون في بلد فيه ثلاثة احزاب سياسية ويأتي هذه الاحزاب تتنافس في الانتخابات احد رؤساء الاحزاب هو امرأة وهذا كثيرا ما يحصل وهو يواقع الان في العالم في بريطانيا الان تحكمها امرأة وهي من اقوى دول العالم والمانيا ايضا اقوى دولة اوروبية تحكمها امرأة فاحيانا يكون رؤساء الاحزاب واحد من رؤساء الاحزاب يكون امرأة طيب اذا كانت هذه المرأة نظرنا الى كفاءتها ونزاهتها وتدينها وسيرتها المالية واخلاقها فوجدناها افضل بكثير من رئيسي الحزبين الاخرين يعني هي ليست كائنا جاء من المنزل ما عنده خبرة هي تقود حزب ربما هذا الحزب يتبعه ملايين وحين اختارها حزبها لقيادته اختارها لانها افضل شخص في الحزب فاذا كانت هذه المرأة في نزاهتها وفي كفاءتها وفي خبرتها افضل بكثير من رئيسي الحزبين الاخرين ماذا نصنع؟ نختار الشخص الملحد او الحرامي او الذي ليس عنده خبرة ونترك المرأة المؤمنة التقية الكفاء التي ادارت فيما مضى شركة وادارت حزبا نترك هذا لهذا يقول المعاصرون لا مادام انتفت الموانع وهي قضية الضعف وعدم الخبرة وعثرنا على المرأة وفازت في الانتخابات فمن حقها انتلي لكن لن تكون خليفة لانه الان ما في نظام خلافة حتى لو صارت رئيس الجمهورية في النظام البرلماني على سبيل المثال السلطة هي لرئيس الوزراء وليست لرئيس الجمهورية يعني النظام كله اختلف وبالتالي قياس الاوضاع السياسية على ما كان في الماضي هذا قياس كما يقول الاصوليون قياس مع الفارق فانت تقيس اوضاع مختلفة جدا عما مضى الان الامم كلها تمضي على اساس ان المهم ليس من يحكم ولكن المهم كيف يحكم ليس المهم من يحكم المهم كيف يحكم يعني العالم كله يؤكد على جودة النظام السياسي وليس على جودة الاشخاص الاشخاص قد يأتي كفء غير كفء قد يأتي رجل امرأة لكن النظام نفسه الذي يقوم على توزيع السلطات هناك محكمة عليا هناك رئيس جمهورية له صلاحيات هناك برلمان له صلاحيات هناك مدلس شورى قد يكون له صلاحيات يعني هناك رئيس وزراء هناك يعني السلطة مقسمة هناك قضاء له صلاحياته وله دوره السلطة موزعة لم تكن السلطة في يد شخص واحد كما كان في الماضي فيكون هناك التشدد في الشروط الذي كان في الفترة الماضية استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته